اعقد مجلس الشورى جلسته الحادي عشر في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة وقرر المجلس بعد الاستماع لمداخلات أصحاب السعادة عضاء المجلس الموافقة على المرسوم بقانون رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الحادية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس وقد وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لعام 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة والذي يهدف إلى منح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومؤامة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية أو المجتمعية وذلك من خلال منح الوزارة صلاحية التقدم للقاضي بطلب استبدال عقوبة بديلة بالعقوبة الأصلية هذا التعديل طبعا يمنح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية والمجتمعية طبعا هذا كلها يأتي مع نهج الأمم المتحدة بشأن السياسة التشريعية الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل غير مقيدة للحرية لإدماج محكوم عليه في المجتمع وينسجم مع المقرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وهام شيء عندنا في هذا المرسوم بقانون قد جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة خاصة مع التوجه المستقبلي لتطبيق نظام السجون المفتوعة كما وافق المجلس بتأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم سبعة لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وذلك إلى جلسة مقبلة لتواجد العديد من المداخلات لأصحاب السعادة أعضاء المجلس المجلس اليوم ناغش في الفكرة الأساسية الاقتراح بقانون بالتأمين الطبي على الأطباء والعاملين في المجال الصحي وهذا يشمل طبعاً كل العاملين في المجال الصحي اليوم وافق المجلس على تأجيل لأنه لا يوجد مجال الاستماع لكل الأراء هناك أراء معيدة وأراء ضد المشروع ويقول لك أنه متحقق على الواقع ونقول كمقدم المشروع أنه الخير متحقق على الواقع وبعد مناقشة مستفيضة رفض المجلس مشروع قانون بتعديل المادة الحادية عشرة من قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون الخدمة المدنية مملكة البحرين تواكب الدول المتقدمة بموافقة مجلس الشورى خلال جلسته الحادية عشر على قانون العقوبات والتدابير البديلة ليكون الفرد يعمل عملاً اجتماعياً ومنتج فاعلاً لتحقيق صفة الإصلاح ومستفيداً من التأهيل أكثر من العقاب والحبس طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين